السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في أحاديث عطرية ونحن اليوم في جولة مع بعض عطور الدار العمانية الشهيرة أمواج من أشهر عطور أمواج ومن كلاسيكيات أمواج في الثمانينيات وهو The Goldman سواء بشكلها الرجالي أو عطر كذلك The Goldman النسائي بشكل مختلف لم يتغير هذا الشكل إلا في نهايات التسعينيات أتى بهذا الزي الجديد وكما ترون في الصورة الزي القديم أو الشكل القديم اللي هو على شكل خنجر أو شكل العطر النسائي يعني فعلا حاجة تدل على جمال العطر والاعتناء الشديد بالزجاجة العطرية هذا العطر من أيقونات دار أمواج فعلى سبيل المثال إذا كان دياغلف من روجا دوف من كلاسيكيات دار روجا دوف وهو يمثل حقبة زمانية حقبة الكلاسيكيات الجميلة فكذلك عطر أمواج ذهبي سواء الرجالي أو النسائي يمثل كذلك هذه الحقبة إلا أن هذا العطر لا زال موجودا لا زال جميلا لا زال له وقعه الخاص العطر مليء بالمكونات الجميلة ولكن عندما ترش هذا العطر راح تلاحظ على الفور الرائحة البودرية للفخمة الجميلة وهذه الرائحة قد تكون أدت من جذور السوسل العطر زهري مسكي خشبي في فخامة وواضحة جدا وإن سألت عن الثبات والفواحان فعندك الفواحان حسب طبيعة المكونات اللي نحن قاعد نشوفها العطر بطبيعتها أصلا زهري فبالتالي هناك فواحان جميل ونرى مكونات أخرى تدل على ثبات عالي وهي في القاعدة مثل الصندل مثل المسك مثل الباتشولي هذه الأشياء تجعل كذلك الثبات عالي وداعم للفواحان ما هو في وجهة نظري ما بين فواحان متوسط وثبات عالي عرفت على هذا العطر من خلال ابن عمي أبو منصور أبل لطيف العبيد والذي كان يضع هذا العطر في المناسبات وكنت أشمه عليه وليس هناك أجمل من أنك تشم العطر على شخص وتعرفه بخلاف أنك ترش على يدك وتبدأ يعني تستعجل في الحكم عليه لما تشم على شخص آخر وتشم فواحانه ويكون له وقع عليك رح يكون حكمك عليه أفضل فيه تقارب كبير ما بين الرجالي والنسائي النسائي فيه إضافة الورد اللي أعطاه لمسة أنثوية لكنه ما يبعد كثير عن العطر الرجالي لمحبي العطور الكلاسيكية العطور الفخمة العطور المميزة أمواج الذهبي سواء كان الرجالي أو النسائي من أجمل ما قدمته دار أمواج ترجمة نانسي قنقر